كريم أحمد مراسلنا مراسل النادي الأهل لناك في المغرب كريم مساء الخير كابتن نهاني براحة بيك طبعا في البداية كل اللي تحقق لك وتحقق طبعا زميلتي اللي عايزة السهام والديوفك الكرام أهلا بيك يا كريم طمنا على أحوال لعبتنا وبعستنا في المغرب الوصول ونقولك طبعا الحمد لله على السلامة وطمنا على فرقتنا دلوقتي يعني بعد ما وصلوا المطار ايه اللي حصل لغاية ما وصلوا القتيل يعني الأجواء ايه من ساعة وصول المطار لغاية القتيل الحقيقة طبعا أكيد بنقول طبعا كل عبت النادي الأهل الحمد لله على السلامة طبعا في البداية برحلة موفقة جدا طبعا تحت رعاية طبعا نقل الرسمي لقناة النادي الأهل إير كايرو لأمور الحمد لله كابتن نهاني كانت ماشية بشكل رائع ومماز جدا من بدايتنا طبعا ومداية وصلنا في مطار القاهرة العبت النادي الأهل وصلت في تماما الساعة الوحيدة ظهرا مباشرة طبعا كان في استقبال أكثر من رائع لي مدير العلاقات العامة بمطار القاهرة كل العبت النادي الأهل توفضت وواجدت فيه المعاد الخاص يمكن الطيارة كانت مفروض تطلع الساعة ثلاثة عصرا لكن كان فيه تأخير بسيط جدا الطيارة يمكن أقلعت من مطار القاهرة ثلاثة ونص لكن الحمد لله أربع ساعات ونص وصلنا هنا منذ نصف ساعة بالزبط لكن قعدنا شوية في المطار كده على الإجراءات اللي خاصة به البسفورات والجوازات لأن العابة نادي الزمالة كانت وصلت معنا في نفس التوقيت فيمكن كان فيه ازدحام شوية طبعا على الجوازات الخاصة بمطار المغرب لكن الحمد لله سريعا طبعا مع التنسيق السريع بين كابتن سامير عدلي والكابتن سايل عبدالحفوز قدرنا أن احنا مباشرة نكون متوجدين لفندق الأقامة وممكن الفندق بيبعد شوية عن المطار يقول من 30 ل40 دقيقة لان الوقت ده طبعا فيه حظر يا كابتن هاني زي ما انت عارف عن دهم الحظر هنا بيبدأ من 10 مساء للخمسة الفجر يمكن بعض الناس كتابات خلال الفترة اللي فاتت أن الحظر بيكون من 6 ل 6 لكن اتأكدنا طبعا من مسؤولي الأمن اللي كانوا متوجدين معنا فيه تأمين بقتل تفريق النادي الآلي من 10 مساء بيبدأ الحظر إلى 5 صباحا لكن بشكل عام بقاست النادي الآلي وصلت بالسلامة برئاسة الكابتن محمود الخطيب اللي كان الحقيقة يعني كل لحظة كان متوجد في الطائرة بيحاول انه يطمن على العيبة بيشد من أزرهم كمان معنا نستاذ طرق أنديل عضو مجلس اليدارة وايضا كمان رئيس اللجنة الطبية الدكتور محمد شوقي اللي اكيد دورك هيكون مهم جدا هنا في فندق الوقامة وتحديدا في هذه المباراة لكن بشكل عام بطمنها ككابتن هاني وبطمن كل جمهور النادي الآلي لعبتنا مع نواتها مرتفعة بشكل كبير تركيزهم كامبان جدا في المطار في الطائرة الكل بيتكلم كل العيبة بتتكلم على أهمية هذه المباراة هو هدف واحد يا كابتن هاني انتعارف اسعاد كل جمهور النادي الآلي عندنا 180 دقيقة مهمة جدا 90 دقيقة ان شاء الله بإذن الله نقدر نحسبها بنتيجة إجابية هنا تساعدنا في مباراة العودة وحسابات بها أخرى في القاهرة مع بيتسو مسماني المدير الفني لفريق النادي الآلي اللي بنتمنى له كل التوفيق في البطولة الأفريقية الحلم الكبير لكل جمهور النادي الآلي ولو بتكلم على بيتسو مسماني يا كابتن هاني الحقيقة يمكن جلساته مستمرة مع العيبة النادي الآلي وجلساته مستمرة أيضا كمان مع الجهاز الفني على طول بيبعب مع الكابتن سيد عبدالحفيز الكابتن سامي أمصان بيحاول أنه هو على طول يجدد كل الأمور الخاصة بيالانتقالات ملاعب التدريب الأمور الخاصة بفند والأقامة كل الأمور دي بيحاول يتكلم فيها الجهاز الفني تحديدا بخيات مستر بيتسو مسماني لكن بشكل عام عايزة طبينك أكتر من بدنية لعبة النادي القالي للإصابات الحمد لله يعني أتكلم على الإصابات تحديدا على الشناوي ومحمود وحيد وأيضا كمان الكهرباء الشناوي إن شاء الله بإذن الله يكون الحارس الرئيسي فيه مباراة الوداد اللي بإذن الله إن شاء الله بإذن الله يكون مطالق عدته الشناوي هو واحد من اللعبة المميزة جدا بيقوم بدور كبير مع لعبة النادي القالي عنده إصرار وعنده عزيمة وعنده يمكن روح الفناني للحمر وشخصية النادي القالي ببان على الشناوة تحديدة محمود كهرباء كمان مستمر فيه التأهيل يمكن هو طبعا جلسات بسيطة جدا لكن بأكد لك إن شاء الله بإذن الله يكون لي دور في هذه المباراة مشيته كويسة جدا بينا بنطمن على طول من الجهازة اللي طبي بغادة دكتور خالد محمود كل الأمور دي الحمد لله بنحاول نطمن بها كل جمهور النادي الأهلي أيضا كمان محمود وحيد كان عنده بعض الألام طبعا لكن الحمد لله مع الأيام بقى اللي جادي وإن شاء الله بإذن الله قبل يوم السبت ويوم الجمعة تحديدا إن شاء الله بإذن الله نطمن على الحالة البدنية الحالة الفنية الحالة المعنية لكل العيدة النادي الأهلي لكن بشكل عام يا كابتن هاني بإذن الله كل الأمور دي تكون مهيئة لفريق النادي الأهلي وأيضا كمان يوم المباراة بإذن الله كل المناخ الظروف كل الأمور دي ودعوات أكيد كل جمهور النادي الأهلي في هذه المباراة كل الأمور دي إن شاء الله تكون معنا كابتن هاني وأيضا كمان بإذن الله بنتمنى توفيل البعثة بشكل كامل إن شاء الله كريم الحمد لله على السلامة طبعا الرحلة كانت أربع ساعات ونص زي ما بتقول وصلته تقريبا من ساعتين بس طبعا بنشكر المسؤول أو الناقل الرسمي زي ما انت قلت شركة آير كايرو اللي بتنقل بعثتنا بعثت النادي الأهلي عايز أتكلم معك في التفاصيل دي وقت الاستقبال احنا كنا منتكلم عن الاتنين من كبار المسؤولين في السفارة سيد عمر مونيب وعمر شعيب كانوا فيه استقبال البعثة برئاسة الكابتن محمود الخطيب كلمني عن ده وكلمني دلوقتي الفريق فين بيعمل ايه وإيه اللي جاي كمان من بعد خمسة الفجر بقى بنحكي لان احنا في وقت حظر دلوقتي عندهم الله يسلمك طبعا الله يسلمك طبعا سيهام طبعا بأكدلك طبعا على التواجد القنصر طبعا يمكن كنا بنتمنى يكون السفير متواجد معنا كان هو في القاهرة ان شاء الله يكون متواجد ده غدا معنا القنصر طبعا كان متواجد وكابتن محمود الخطيب زي ما بقولك طبعا كل الامور دي كانت مهمة جدا يكون في استقبالنا معاني القنصر لان التسهيلات بتفرق مع النادي الالي بشكل كبير جدا كمان الكابتن محمود الخطيب كان ليه دور كبير لان سرعة الاجراءات وننتقل على طول اللي فندق القامة ده كان امر مهم جدا زي ما بأكدلك قولك كمان فريط الزمالك مجرد وصلها كان معنا فالامر كان فيه ازدحام شوية تعرف الاجراءات عدد كبير باسة النادي الالي يمكن تصل لتلاتة وخمسين فرضو ايضا كمان اكيد على الجانب الاخر نادي الزمالك لكن بشكل عام يمكن قدرنا ان احنا نخرج من المطار بشكل سريع كل الامور بقى اللي احنا بنتمنىها الفترة اللي جاية بقى مع معاني القنصر اكيد كل المسؤولين عن سفارة مصر هنا طبعا في المغرب كل الامور الخاصة بالتدريبات الانتقالات كل الامور دي ان شاء الله بازن الله على مدار الايام يعني عندنا سيكة كبيرة جدا فيهم ونبقاش فيه اي صعبات واي معاوقات مع تدريبات فريق النادي الالي ايضا كمان الكابتن سيد عبدالحفيز كان متواجد مع الكابتن محمود الخطيب الامور دي مهمة جدا لعيبة النادي الالي لان الامور دي ما بتتحل بشكل كبير الجانب الاداري تحديدا لعيبة النادي الالي بباليها هدف وحيد هو التركيز في المستطيل الاخدر وده الهدف وده الاكيد بيكلم عليه الجهاز الفني بالكامل وايضا كمان الكابتن سيد عبدالحفيز كل الامور الادارية دي ما حادش يشغل دماغه بيها الهم حاجة طبعا كل الامر يكون فيه التسعين ديئة القادمة اللي ان شاء الله بنتمنى له كل التوفيق للنادي الالي عايز ارجع كمان لإير كايرو اللي نقل رسمي القناة النادي الالي اللي الحقيقة كانوا عاملين اداء رائع جدا ومميز جدا والعيبة كانت سعيدة الحقيقة في الطائرة اقدموا كمان لفتة طيبة جدا وطورتة للعيبة اللي نادي الالي احتفالا بيهم طبعا وكانوا صعداء ان النادي الالي يكون متواجد معهم على الطائرة وايضا كمان لقاء مع الكابتن طيار ادهم من متحط طبعا اللي كان قائد الطائرة الحقيقة ممكن راجل سعيد جدا متواجد النادي الالي وقال شرف كبير ان يكون شركة اير كايرو هي للناقل الرسمي لي قناة النادي الالي وكل عيبة النادي الالي كمان متواجدين معهم فكل الامور دي اكيد بتسعد الجميع لكن هدفنا بقى ان شاء الله الفترة اللي جاي بازن الله نلعبتنا يكون عندها روح الاصرار روح الجدية روح العزيمة مرحلة محتاجة تكاتب بشكل كبير جدا مش هنتكلم بقى لحضور الجمهور هنا فيها الوداد مش هنتكلم على كل الامور دي نتكلم على فرقاتنا فقط لغير عندنا ثقة كبيرة جدا فيهم وثقة كبيرة ايضا كمان في الجهاز الفني ان شاء الله كل الظروف تكون مهيئة ونرجع ان شاء الله ان شاء الله كريم طبعا كل الرسائل دي طبعا برضو برعاية بنك سايب طبعا راعي النادي الاهلي بجانب طبعا اير كايرو لكن عايزك يا كريم اخيرا توضح لي البرنامج برنامج الفريق ايه بكرة يعني النادي الاهلي او فرقة النادي الاهلي هتعمل ايه بكرة الاستيقاظ الساعة كامل التدريب الساعة كامل المحاضرات يعني البرنامج اليومي لنادي الاهلي بكرة هيكون ازاي بالتأكيد طبعا يا كبتاناني يعني فيك تماع حاليا دلوقتي بتسو مسماني لكابتن سمير عدلي لكابتن سايد عبدالحفيز لوضع البرنامج الخاص به التدريبات حتى طبعا يوم الجمعة اللي هو يكون اخر تدريب لفريق النادي الاهلي عندنا معلومة كده ان المؤتمر يوم الجمعة ممكن يبقاش في مؤتمر صحفي احنا عارفين ان قبل كل مباراة طبعا باربعة وعشرين ساعة يكون في مؤتمر صحفي لكن الاجراءات طبعا الخاصة هنا بجائحة كورونا الامر ممكن يكون في الغاء للمؤتمر الصحفي لكن حتى هذه اللحظة لم نتأكد من هذه المعلومة لكن مرارة ان شاء الله مع مرور الايام هنتأكد من هذه المعلومة اكيد يعني تدريب فريق النادي الاهلي هيكون من الساعة اربعة للساعة خمسة يعني يعني التوقيت ده اللي احنا طبعا لمسناه واكدنا كمان عليه من المسؤول الامني اللي كانوا متواجدين هنا كل الامور ده تتحسم دلوقتي يا كابتن هنا لعيب النادي الاهلي في هذه اللحظات يعني خلاص على طول دخلوا على الغرف ثم معاد على طول لواجبة العشاء خلاص بقى اللعيبة بعد كده هتخلش على طول على الغرف مباشرة صباحا يكون الفطار صباحا عشرة صباحا هنا بيت توقيت كازابلانكا وتوقيت المغرب الغداء طبعا كالعادة بيكون الساعة واحدة ونصف زهرا لسه بقى امر التدريب ده هكيدا هنتأكد منه في خلال لحظات بسيطة جدا من الكابتن سيد عبد الحفيز سواء غدا او بعد غد وحتى ان شاء الله يوم الجمعة لكن بشكل عام ان شاء الله يعني يكون فيه تنسيق كامل ويكون ايضا كمان فيه برنامج تدريبي مؤهل للعيبة النادي الاهلي ويسعف النادي الاهلي بشكل كبير ما بقاش التوقيت بدري او متأخر لان هنطبط طبعا بمعاد المبارزة ما انت عارفة كابتن هاني لكن بشكل عام الامور الحمد لله حتى دي اللحظة باشي بشكل مطمئن وطيب جدا لفريق النادي الاهلي طيب كالطنين كريم اخيرا عن علي معلول وجيرالدو عارفين ان هما كانوا بيشاركوا مع منتخباتهم لكن هيوصلوا افتكر ان هما وصلوا الاجتماع هيبقى معهم بكرة يعني الجلسة دي هتشمالهم مع بيت سمي سماني يعني برضو حتى هذه اللحظة من الواضح ان اكيد علي معلول وجيرالدو هيوصلوا غدا التوقيت طبعا الوصول انت عارف المجال الجوي يعني فيه مرحلات الخاصة بس هي اللي مسموح بها لكن فيه تنسيق كبير جدا سواء من الكابتن سايد كابتن سامير بالكاف كمان مسؤولي للكاف وايضا كمان السفارة يعني لكن معلومتنا اللي موجودة عندنا اللي اكيد جيرالدو وعلي معلول هيكونوا متواجدين ظهر الغد ان شاء الله باذن الله هنأكد المعلومة دي برضو خلال من خلال لحظات تعرف لسه وصلين ففيه تنسيق كبير جدا من الكابتن سايد والكابتن سامير قبل كل مباراة اما بيكون فيه مجال جوي مفتوح طبعا بغض النظر عن الظرف اللي احنا فيه بيكونوا متواجدين بهم اللي بيتولوا هذا الامر بيكون فيه تنسيق بشكل عام ما بيبقاش في غلق مجال جوي احنا عندنا ظرف صعب شوية ان مجال الجوي مغلق بالنسبة ليه المغرب فمحتاجها تنسيق كبير وده اللي بيقوم به الدور الكبير بين الكابتن سايد عبدالحفيز وايضا كمان معالي القنصل لكن بشكل عام ان شاء الله المعلومة اللي عندنا ان علي معلول وجيرالدو بازن الله ضهر الغد ان شاء الله يكونوا متواجدين مع فريق النادي القلي نتمنى باقي어나 هم يلحاول التدريب حتى لو بسيط جدا ويبدأوا ان شاء الله بقى تدريجيا يعني تدريبات فريق النادي القلي وتدريبات الجماعية يبدأوا يشاركوا ما بيقام بها دورهم كبير ان شاء الله مع العيدة النادي القلي فيها المباراة ومباراة الوداد ان شاء الله بازن الله علي معلول يوصل بالسلامة بيقاش في عنده اي اصابات اي كرامبات طمن عليه وشفناها قدى مباراة اكثر من رائعة ايضا كمان جيرالدو نتطمن عليه بشكل عام نتطمن على حالته البدنية وحالته المعنوية بشكل عام ان شاء الله باذن الله الفترة اللي جاية تكون كلها خير للنادي الالي مرورا بالوقت باذن الله يوم السبت يكون يوم مميز يوم حافل ونرجع ان شاء الله من هنا يعني معنا نتيجة اجابية تسعد كل جمهورة النادي الالي اتبقى بقى ان شاء الله مباراة القاهرة ليه حسبات اخرى زي ما اكدنا وانا كريم احمد بنشكرك شكرا جزيلا من المغرب ان شاء الله على تواصل دايما معاك لغاية ان شاء الله يوم المباراة وزي ما انت قلت كل التوفير للنادي الاهلي ونرجع ان شاء الله بنتيجة اجابية